اتكلم كمان على ربيعة جابتن سيد قال انه ربيعة ان شاء الله بإذن الله هيتعافى من صبته قريب جدا وهيرجع وهيدخل في تمرينات الفريق ان شاء الله في اقرب فرصة اتكلم طبعا انه الموسم طويل قوي بنتكلم زي ما قلت حدراتكم هنحن نتكلم في موسم ممتد لمدة 15 شهر وحتى اللحظة دي ورغم حالة الفرحة والتفاقل مقدرش انكر ان الفرحة دي مصحوبة بتفاقل كبير جدا لانه بمنتهى الصراحة الاهلي مع موسماني استعاد الروح والشخصية مرة تانية يعني الحقيقة احنا شايفين نفس القماشة ونفس الفرقة اللي كانت بتواجه انتقادات كتيرة جدا من قبل الاعلام الاعلام اللي هسميه بينقصين كده انا اسف يا الاعلام المضاد اللي بيستهدف دايما اي مشكلة في الاهلي ويحاول يسلط الدوق عليها ويعمل منها ازمة كبيرة ويكبر المشكلة لكن في وقت من الاوقات خدوا بالحضراتكم انه جماهير النادي الاهلي كان بتستجيب انا اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة كان بتستجيب وكانت هي نفسها يعني على صفحات السوشال ميديا جزء انا متأكد انه بيبقى لجان الالكترونية لانه زي ما فيه في السياسة كده ميليشيا الالكترونية فيه في الرياضة كمان للأسف شديد جدا لجان الالكترونية بتتحرك وبتخش على الصفحات وبتحاول انها توجه تعمل طيار توجه من خلاله الجماهير كانت سهام الانتقادات بتوجه لنفس اللعيبة يعني انا اقول لحضراتكم مثلا انه هدف افشة في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس الاول هو اللي فتح الباب الانتصار مهم جدا وفوز مهم جدا حقاول اهلي على الوداد في ملعبه ونفس الحكاية هدف مروان محسن المبكر جدا هو اللقاضة على استاد القاهرة هنا في مباراة العودة امام الوداد هو اللقاضة تقريبا واحبط الحلل او الروح المعنوية او البنى الخططي اللي كان باني عليه فرقة الوداد امالهم في ان هم يرجعوا مرة تانية ويعملوا الريموتادة قدام الاهلي افشة ومرواعد الاتنين دول اكتر لعيبة يمكن يكونوا تعرضوا الانتقادات على مدار الموسم وده شيء الحقيقة يحسب لهم بشكل كبير جدا ان هم مركزوا وكان ردهم في الملعب